اشتركوا في القناة في كلمة التقوى اليوم سنقف مع آيات من خواتم سورة لقمان يقول الباري جل وعلا فيها مناديا جميع البشرية وآمرا لهم بالتقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حقه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فوجل على يحذننا من غضبه ويحذننا من قيام الساعة يمرنا بتقوى ثم يبين لنا ما يعيننا على تقوى وهو خشية يوم القيامة واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده أولئك الأبناء الذين من أحسن إليهم لا تنسى أنه أحسن إليهم أبدا ومن أسا إليهم لا تنسى أنه أسا إليهم أولئك الأبناء الذين هم فردة الأكباد ومع ذلك تنساهم عند لقاء رب العباد واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إخواني لا بد من أن نخاف الله عز وجل وأن نعلم أن يالك اليوم ذكره الله فقال يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوما عضو ظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إجاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا نبدأ يا إخوتي أخواتنا أن نخاف ذلك اليوم أن نفر إلى الله قبل لقائه نقول تعالى ففر إلى الله أبدأ أن نفر إلى الله بالبتعاد عن معصيته والله أمرنا بذلك فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هنا في هذه الآيات من خواتم السورة لقمان يقول لنا يا أيها الناس اتقوا ربكم وأخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي تقوا ربكم بفعل يوامره وابتعاد عن نواهيه تقوا ربكم وأخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا لا حول ولا قوة إلا بالله إخواني لا بد أن نتقي الله حتى نأمن من عذاب الله نؤمن أفوسنا من عذاب الله أسأل الله عز وجل أن يجعلني وأن يجعلكم من الآمنين من فزاع يوم القيامة وأن يجعلني وأن يجعلكم من المتقين آمين والدنا والمسلمين اشتركوا في القناة